فريق سعودي فريق سعودي فريق سعود فريق سعود فريق سعود نشتغل على أساس واحد مثلا أنا في التيم حقي عندي مكوّن من بنات ومن أولاد وأيضا كل واحد عنده مهام مختلفة سواء كان من البنات أو من الأولاد فكل اللي هم من قائدين كل الفرق كل واحد يقدر يعطي للمشاركين اللي تحته اللي هم الطلاب اللي تحته اللي هم يكون أقل ممكن من السنة الثالثة أو من السنة الثانية فهو يقدر يعطي من خبراتها أيضا عساس يفيدهم ولنها كمان تعليميه أكثر ما هي تكون هم فقط مشاركة في هذه المسارة بصراحة بصراحة بدون تحيز الشخصيات القيادية عند الأولاد أكثر ولا البنات والله بصراحة تتفاجئ على عدد البنات القيادين بصراحة يعني أنه يخش أول شيء مجال قوي زي الهندسة لازم شخصيتهم تكون قوية فالحمد لله عندنا طلاب وطالبات رأيهم يهمهم في الفريق ما شاء الله شدين حيلهم البنات أكيد أكيد نسألك عبدالله أنتو فيش تخصصاتكم غير الهندسة الكهربائية والميكانيكية طبعا في يعني الفريق ذم أكثر من تخصص من كل التخصصات إن شاء الله في الجامعة اللي هي الكهربائية الميكانيكية الصناعية أنا واحد من الصناعية الاختصارة من الهندسة المعمرية أيضا فما في أي المت للدخول لهذه المسابقة أو الدخول لهذا السباق فنستقطب جميع الطلاب نرحب بكل الطلاب من شتى التخصصات الهندسية وكل شخص وكل مهندس على حسب تخصصه وعلى حسب تجاربة في هذا التخصص يقدر يطبق اللي يتعلمه خلال السنوات اللي يدرس فيها في الجامعة فنستفيد أكيد يعني جدا من خبرات الناس وخبرات المهندسين والطلاب اللي عندنا في تطبيق الأشياء اللي تعلموها خلال دراستهم الجامعية نعم الفورمالا ستودنت هي مسابقة عالمية نقدر نقول التزمتم بالشرط والمعايير؟ أكيد أخذنا الموافقة الأولى والحمد لله احنا من كتب ما هو فريقنا قوي الحمد لله دخلنا الكلاس ون الكلاس ون من 130 فريق يختاره بس 80 والكلاس ون يقدر يوصل لمرحلة السباق نفسها فغير التصنيع وغير الخطة التسويقية اللي نحطها يعطونا الفرصة أنه نخش السباقات فالحمد لله أخذنا على حسب المعايير اللي هم حطوها احنا اتفقنا عليها جميل عبد الله أكيد يعني كانت الفكرة هذه لأحد الموجودين في الفريق سواء كانوا الطلبة أو كانوا مدير الفريق منك صاحب الفكرة؟ أكيد صاحب الفكرة هو مدير ناوجه للتحية الآن اللي هو الاستاذ عثمان زفر وهو طالب هندسة ميكانيكية سنة رابعة أيضا نعم الفكرة بدأت ونشأت يعني من منطلق جدا بسيط يعني كان فقط يعني ثلاث طلاب يعني يتبادلون الحديث عن هذه المسابقة والحمد لله يعني اتطورنا وكلمنا الجامعة والجامعة أبدت دعمها في ابدأ رأيها في دعم هذه الفكرة كأول فريق سعودي يشارك في هذه المسابقة العالمية والحمد لله وصلنا الآن إلى تقريبا 48 أعضاء الفريق الكامل الآن تقريبا احنا 48 بنات ورجال والحمد لله يعني وصلنا إلى المواصيل وقبلنا مثل ما نوهت الأخت سارة في اللي هو الفئة الأولى نعم وخلاص السيارة صممتوها جاهز السيارة الحين للسباق ولا ما بعد جهزت لا والله باقي ما جهزت للآن ما في أي شيء ملموس ولكن أنا أريد أن نوه أن الصعوبة والتحديات الكبرى التي تواجهها في تصنيع هذه السيارة هي ليست فقط تصنيع السيارة بل هي في مرحلة التصميم الأولي نعم هنا في هذه الصورة هذه على المونيتر إيش قاعدين تصنعوا نعم هنا في هذه الصورة قاعدين على المكينة هذه المكينة احنا جبناها من بره طبعا في كل الفرق المسابقة أيضا في المشاركة في هذه المسابقة كل المكاين تأتي من خارج التصميم المكينة يجب عليك أن تأتي من مصادر أخرى أما باقي السيارة مثل الشاصة مثل التصميم مثل أي شيء آخر مثل الكبرات كلها تصنع مع الفريق يعني في الفريق هو اللي صنعها ومن شروط المسابقة أيضا أنك ما تستعين بأي فريق خارجي أو مساعدة خارجية إلا يعني في حدود المعقول في حدود جدا جدا يعني مضغوطة يعني بس في جماعة الفيصل نعم فقط أي أحد من بره ممكن يعطيكم ملحوظة أو معلومة غير مقبولة لا صراحة يعني كانوا يعني حطين حد معين لاتخاذ المعلومات أو وصول المعلومات أو أنه واحد يجي ويساعدك في المشروع يعني فقط معلومات بسيطة تقدر تتخذها وتقدر تأخذها من مصدر خارجي الباقي كله شغل طلاب أنا بس أريد كمان أني أأكد أنه الشغل كله طلابي عندنا فقط واحد اللي هو الدكتور عبد الناصر وجه التحية إليها أيضا دكتور عبد الناصر هو المشرف علينا هو فقط يوجهنا في كيفية تصنيع السيارة وتصميمها مساعدة فقط ولكنه لا يتدخل ويتظلع في أمور السيارة السيارة هذه مشكلة الطلاب أي كل المشاكل والتحديات اللي نحن واجهها هي بتكون علينا وإن شاء الله أننا بنحلها من خبرتنا نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله أنكم تقدرون يعني تكونون قد هذا التحدي كبير بالنسبة لطلبة للحين ما بعد تخرجوا سارة قلت من البداية بأنه المسابقة هذه هي الأولى في المملكة العربية السعودية أو المرة تدخل المملكة العربية السعودية مسابقة الفورميلا ستودينت وش هدفكم؟ هدفنا بصراحة أن نحط معايير عالية للناس اللي بعدنا حابين أنه نحفز الطلاب الهندسة عندنا أنهم يخشوا المسابقة دي من بعدنا عشان كده عندنا في الفريق نوعين من الناس عندنا الكور اللي هم الأساسيين وعندنا الأسوشيت اللي هم المساعدين نحن الكور نشتغل على السيارة ونساعد ونعلم المساعدين عشان بعد ما نتخرج هم يأخذوا من بعدنا الفريق نعم يعني أنتم محبين تكونون المؤسسين لهذه المسابقة العالمية فيما بعد إن شاء الله يعني هذي المسابقة هذه المسابقة ستكون الأولى والأخيرة لكم؟ لا أكيد لفريقنا إحنا لا طبعا لفريقكم أيوة؟ أيوة كل سنة إن شاء الله يشاركوا فيها بس إحنا أول مرة نخش الفريق ده وإن شاء الله مؤخر مرة بإذن الله إن شاء الله هالمشاركة هذه عبد الله وش تعني لكم؟ والله المشاركة هذه تعني لنا الكثير وقبل لا تعني لنا إحنا كفريق فهي تعني المملكة العربية السعودية كدولة إن نذهب إن شاء الله يعني لبريطانيا ونوضع ونضع بصمتنا السعودية في حلبة السباق بإذن الله نعم من اللي قاعد يدعمكم الحين في هذه المسابقة كونها يعني رح تصبح مسابقة للمملكة العربية السعودية عالميا وهي الأولى من نوعها ليش الجهات الداعمة لكم ومن هم؟ أول شيء الجامعة طبعا أول شيء وآخر شيء هي جامعة الفيصل تدعمنا بكل اللي نحتاجه هي عطتنا الرعاية المبدئية للسيارة عطتنا المكان الغرف والأدوات اللي نحتاجها عشان نبدأ نبني السيارة هذه إن شاء الله متى هالدولة رح تكون المسابقة تحديدا؟ إن شاء الله بتكون من الثالث عشرين من جولاي بقى يعني كم شهر؟ تقريبا أربع إلى خمسة شهور ثلاثة أو أربع شهور تقريبا هل للوقت هذا كافي إن تخلصون السيارة وتصممونها بشكلها النهائي؟ والله هي المسابقة نفسها الحكام في المسابقة والمشرفين على المسابقة هم من الشركات الكبرى في مجال السيارات فهم عندهم اللي هم خطة مدروسة أنت لازم تسلم كل تقريبا من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع تقارير معينة فإذا لم تجاري هذه التقارير يمكن استبعادك في أي لحظة فبحمد الله يعني إحنا ماشيين بالحمد لله مسلمين كل التقارير اللي علينا وأمور إن شاء الله بإذن الله أننا سوف ننتهي في الوقت المناسب بإذن الله كم تكلفت السيارة وتصميمها وانتهاءكم منها بشكل نهائي؟ كم رح تكون تكلفة عليكم تقريبا؟ حوالي مية وخمسة واربعين ألف يعني يعتبر شيء كثير؟ بصراحة شيء قليل للسيارات لأن الفرق المتأسسة سلة خمسة إلى ست سنين تأخذ إلى مليون إلى مليونين سألها عالمياً لسيارات الفورملا كم؟ لا سيارات الفورملا غير إحنا لم نحن في الفورملا زي الفورملا 1 الذي هو سباق الفورملا 1 إحنا فورملا 1 مصغرة تقريبا يعني نفس السيارات القو كارتنج إذا عندك خبرة فيها فالسيارة صغيرة لأنها برضو كمان عمل طلاب بس الفيتشغز اللي فيها تقريبا مثل الفيتشغز اللي تكون متواجدة في الفورملا 1 سيارات الفورملا 1 أكيد هذه كانت لكم المشاركة الأولى يعني بكون هي رح تكون أولى عالمياً وحتى محلياً أيضاً لكم المشاركة الأولى في مجال الفرميلة طيب الأشياء الجاية إن شاء الله ويش رح تكون خطتكم المستقبلية إيش هتكون بالنسبة لك أفراد يعني أو المسبة كمسابقة هل كفريق أنتم هل لكم أيضاً مشاركات أخرى غير هذه الفرميلة ستشدنت لا إحنا أول سنة حنخش المسابقة هذه وإحنا حابين أن نركز على المسابقة هذه ونطور نفسنا ونحط نثبت مكانتنا في المسابقة بإذن الله إذا ربنا أراد نخش المسابقات الأخرى إن شاء الله أكيد إحنا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تكونوا أنتم وأن الناس في المراكز الأولى في هذه المسابقة كون المملكة العربية السعودية لأول مرة رح تتمثل أو رح تكون في مسابقة عالمية مثل هذه أكيد لكم سائق مفكرين أنه يكون موجود في السيارة حضرتوا ببالكم على أحد فكرتوا في أحد معين والله هو صراحة إحنا أسبوعيا نتدرب يعني كل فريق كامل فريق عشان ما نظر ما يتحد تقريبا كل أعضاء الفريق لهم 48 كلهم يتدربون على أسواق السيارة أكيد والأفضل بيثبت نفسه إن شاء الله هو اللي بيكون الموهل لقيادة السيارة الرقم واحد رح يكون هو ليسوق السيارة هذه تعتبر مكافأة لا مستقبلا يعني كونها مسابقتكم الأولى هذه أكيد بيكون في فرق حتحب تأخذ هذه السيارة أو من ممكن تكون من دول الخليج ممكن هي أيضا تستخدم هذه السيارة ممكن تشارك في مسابقات الفرملا ستويدن فهذا البلان رح يكون أوكي بالنسبة لكم ولا لا أكيد لي لا طبعا إحنا هذا الموضوع كثير حلو كثير حابينك حابين أنكم تتكلمون عنه بشكل تفصيلي كونه رح يكون أول مرة تشارك في المملكة العربية السعودية تكلمنا بأنه في جهات داعمة لكم وهي جامعة الفيصل هي الداعمة الأول والأخير لكم في جهات أخرى غير الجامعة في جهات عندنا الحمد لله عقدنا مع سابق هي اللي ستكون عندنا التاتل سبونسور اللي هي اسمنا اسمها هيكون جنب اسمنا إحنا على الفيصل حيزون وفيه طبعا جهات مهتمة ولكن إحنا في مجال النقاش لسه تدرسون الموضوع حابين تقولوا شيء لمشاهدينكم الآن قبل أن نختم معكم الفقرة والله أنا أحاب يعني أشكر كل المشاهدين هذا أولا وثانيا أنا أحاب أن كل المشاهدين يدعموننا من كل النواحي ومن الناحية المعنوية أكثر شيء لأن احنا إن شاء الله بالروح ونعرض إن شاء الله سيارتنا وبإذن الله أنها تكون يعني في أولى المراكز إن شاء الله وعلى فكرة يعني المملكة العربية السعودية الآن في يعني مرحلة تغيير في مرحلة انطلاقة يعني المشاركات مو بس في سيارات الفرم لو حتى في كل المجالات الرياضية في المجالات الاقتصادية في المجالات الصناعية يعني إن شاء الله أنها تكون المركز الأول بالطاقات الشابة الموجودة أمثالكم إن شاء الله شكرا لك سارة شكرا لك عبدالله شكرا لكم موجودين اليوم في سيدتي وكلمتونا عن هذا المسابقة شكرا مثل ما شفتم مشاهدين كانوا معنا عبدالله الشهري رئيس قسم الخدمات اللوجستية في الفريق وسارة شاكل رئيسة قسم الرعاية والتسويق بالفريق أما الآن رح نروح إلى عفاص القصير ونرجع في سيدتي بعض الفاصل علاقة الجبن البلدي بشكوى ألام الظهر حكاية نكشف أسرارها في سيدتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة